موسيقى التعليم هو تفسير النصوص الكتابية والتعمق في المعرفة المضمون طبعاً اللي كان بيتكلم فيه يسوع هو إنجيل الملكوت المسيح تكلم وعمل وهذا ما يميز تعليم يسوع المسيح لم يتكلم مع شخص إلا وقد أثر في حياته لم يدخل قرية إلا وقد أحدث بها انقلاباً بل ثورة روحية طبعاً يسوع المسيح كما قيل عنه هو المعلم الأعظم لأنه كان يعلم بسلطان لم يتكلم قط إنسان مثل يسوع المسيح كان بيدعو الناس إلى هذا الملكوت الجديد طبعاً عدة مرات منشوف أنه ناس بتشهد عن تعليمه واحد من مجمع السنهدريم اللي هو نيقوديموس معلم لليهود قال عندما جاء للمسيح ليلاً قال يا معلم نعلم أنك أتيت من الله معلماً لأنه شاف المعجزات والقوات أنه مش ممكن أي شخص يعملها فكان بيثبت طبعاً الكلام بالأفعال وواحد آخر جاء وقال أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية أو أي صلاح أفعل كان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه انسكبت النعمة على شفتيه كما تنبأ إشعياء عن المسيح قال أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيية بكلمة تعليم يسوع أظهر سلطانه أظهر قدرته وأظهر أيضاً لهوته والمسيح قال عن نفسه كلامي روح وحياة ألم يقل الكتاب يدعى اسمه عجيباً المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة أيضاً عنده الحكمة الإلهية والمعرفة الكاملة والذكاء الكامل وهو الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم يسوع كان بيتجول بعلم في المجامع بيكرز ببشارة الملكوت كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب وهذا المعلم أثر في نفوس السامعين انجذبت إليه الجماهير حتى في أحد الأيام في كفر نحوم كانت الجموع مزدحمة في الشوارع وفي كل مكان واسمعنا عن قصة المفلوج اللي دلوه أربعة أمام يسوع المسيح وشفاء أمام الجميع واضح أن الناس كانت منجذبة لشخصية المسيح وفعلاً تتعجب وتشهد له من كلمات النعمة سأواصل حديثة بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر